هل يعود الوزراء المقاطعون إلى المشاركة في الجلسات الحكومية؟ بحال كان هذا ما يتطلبه قطع الطريق أمام التمديد لقائد الجيش؟ هو الجو الذي حكي به في الكواليس ربطاً بالحديث الجدي عن إقرار تعينات المجلس العسكري وعلى رأسهم قائد جديد للجيش أوساط وزارة الدفاع تقول للأم تيفي أن الوزير موريس سليم مستعد للقيام بأي خطوة أو إجراء يتطلبه حل أزمة الشغور في المؤسسة العسكرية وسليم يجتمع دورياً بمقاطي وقد يزوره قريباً وهو شرع بوضع مشروع متكامل منذ أيلول والديل كان قد تم قبل عشرة أيام من إرسال مقاطي كتابه الشهير الذي اعتبره سليم انقلاباً على الاتفاق مصادر الوزارة لا تحبذ خيار حصر التعيين برئيس للأركان بل أن التعيين إن حصل سيطاول كل المجلس العسكري وعلى رأسه قائد الجيش الدعم المطلق لوزير الدفاع جاء من وزير الشؤون الاجتماعية الذي أكد الانتفي الوقوف خلف سليم أياً كان ما يقرره بشأن الخطوات التي يستلزمها حل أزمة الشغور في المؤسسة العسكرية فهل يمضي مقاطي في مصار التعيين؟ من صلاحيته للوزير أنه يطرح ولكن بالنتيجة الموضوع قرار عن مجلس الوزراء يعمل نحن بحرب طويلة عريضة نجي نحن لصبعات سياسية ولمكاسب كل فريق بده يعملها شغلة مهمة جداً هو استمرار أو قيادة الجيش بالتمكن من قدرتها على التحكم بإلية العسكر الموجودة وتحكم بمساري اللي عم يصير على الجنوب يذكر نحاس بأن هناك مسارين لحل الأزمة هما الجلسة النيابية والمسار الحكومي وبحسب مطلعين كما أن بري لا يريد أن يسجل على نفسه حصر جدوى الأعماله ببند وحيد كذلك يرفض مقاطي الردوخ لنظرية الأربعة وعشرين توقيعاً حتى أن فرنجي الذي يرفض التمديد لقائد الجيش تقول أوساطه أنه غير متحمس لمسألة التعيين بأربعة وعشرين وزيراً ما قد يمكن بسيل من إحكام القبض على القرار الحكومي في المستقبل لكن فرنجي في الوقت عينه قد لا يمانع التعيين بالثلثين أما حزب الله الذي كان عبر في استحقاقات سابقة عن رفض التعيين في حكومة تصريف أعمال فقد لا يمانع بحسب مطلعين أن يصار إلى تعيين رئيس الأركان علماً أن المصادر تتحدث عن تردد عند جنبلات لاستلام رئيس الأركان زمام القيادة في هذا الظرف هذا في وقت تقدم النائب أديب عبد المسيح باقتراح قانون لرفع السن القانونية لجميع الرطب العسكرية من رطبة ملازم إلى رطبة عماد بحل كمان الفراغات الأمنية الموجودة بالبلد إن كان بغياب قائد جيش بمطلع السن القادمة إن كان برئيس الأركان إن كان بالمدرية العامة لأقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولي ويستبعد مصدر نيابي معارض أن يسير مقاطي بخيار التعيين ولسية مقائد للجيش على اعتبار أن البطريارك الماروني والقوات والكتائب والمستقلين يرفضون ذلك بغياب رئيس الجمهورية